ومن العراق إلى مصر القديمة وسر من أسرار الحضارة الفرعونية وهو هرم ميدوم وبيقال إنه أول هرم بني في التاريخ الهرم بيقع على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة بانسويف على بعد مئة كيلو متر جنوب القاهرة بمنطقة ميدوم الهرم بيتميز بإنه الهرم الوحيد اللي لم يأخذ شكل هرم كامل وإنما كان على هيئة مكعب وبيعتبر مرحلة انتقالية ما بين الهرم المدرج مثل هرم زوسر والهرم الكامل مثل هرم خوفو فكان مرحلة انتقالية بين الهرمين وأطلق عليه الهرم الكاذب لأنه بيفتقد إلى الأوجه المستقيم الملساء واللي تميزت بها أهرمات الجيزة وبما إنه بيعتبر المحاولة الأولى لبناء هرم في التاريخ فصحبه الكثير من الأخطاء واللي أدت إلى تهدم جوانبه فيبدو أنه بني على شكل مدرج ثم أراد الملك سينفرو أن يجعل شكله هرم متكامل هندسيا وهنا حدث خطئين أساسيين الأول هو الإضافات الحجرية الجديدة للأوجه اللي لم تقم على أساسات صلبة وقوية والتاني إن الأحجار صفت على الجاف ولم يتم ربط الأحجار فيما بينها بأي مادة لاصقة الأمر اللي أدى إلى إنهيار جوانب الهرم ويبدو أن الملك سينفرو لم ييأس وتعلم من خطأه وقرر أن يعيد المحاولة فقرر بناء ثلاث أهرمات منها أهرمات دهشور وتم تدارق الأخطاء فيما بعد بعمل ميول مختلفة للأوجه بحيث لا ينهار البناء ليطلق على الملك سينفرو فيما بعد لقب أعظم البنائين المصريين ترجمة نانسي قنع